المزيد حول الموضوع ينضم إلينا الآن دكتور إلي الأحمر اختصاصي الجراحة النسائية أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور إلي يعني في شهر التوعية بالأورام عند المرأة بالتحديد شهر سبتمبر دعنا نبدأ بأنواعها وأهمية التوعية بمخاطرها اليوم أول شي بحب أتشكركم على الفرصة التي تتونيها لننشر التوعية عند النساء للوقاية من الأورام عندهم أول شي من سرطانات النسائية في عنا كذا نوعا في عنا سرطان الثدي سرطان الرحم وعنق الرحم سرطان المبايد وسرطان المعبل هلأ هنه ليش مهمة أهمام هالشهر لأنه هالشهر لازم ننشر كل التوعية اللازمة لننشر المعلومات عند المعلومات يلي بتقلنا شو الأعراض اللازم نشوف لأقل الطبيب ووقت نلاحظها منشوف الطبيب وساعتها منقدر نتجنب يصير عنا سرطانات متأدمة وكمان عند زيارة روتينية عند الطبيب يلي بتطلب تقريبا إذبتكم ساعة بالسنة عندها زيارة روتينية منقدر نعمل فحوصات للكشف المبكر لها النوع من السرطانات لأنها السرطانات مش فجأة بتنتشر بدأ كتير الوقت وإذا منقدر نكمشع ونقدر نلاحظها عبكير منقدر نتجنب المخاطر يلي بتصير عند النساء طيب دكتور سرطان الثدي عنق الرحم كذلك المبيض كيف تتم الوقاية من هذه الأنواع من السرطانات؟ بالنسبة لسرطانات عنق الرحم الوقاية بتصير منه هي من خلال فخص الإزازة اللي مسحة عنق الرحم اللي بتنعمل مرة بالسنة وكمان من خلال الفاكتين اللي تفضلت وحكيت عنه اللي هو مسؤول عن معظم سرطانات عنق الرحم ومن خلال مسحة عنق الرحم نقدر نشوف ونقدر نلاحظ حالة تغيرات اللي معقولة تأدى للسرطانات عنق الرحم طيب حاليا وفي منطقتنا العربية ومن خلال واقع خبرتك ما هي نسب احتمال الإصابة بهذه الأورام النسائية وهل تحسنت هذه النسب مع مرور الوقت؟ هلأ أكيد تحسنت لأنه هلأ سار فيه وعي زيادة عن زوم من كمبيرد لقبل عن كافية الوقاية منه هلأ سرطان الثدي للأسف هو أكتر سرطان منتشر لدنيسية 13% من السيدات رح تنصب بسرطان الثدي يعني تقريبا سيدة من أصل 8 هلأ بالنسبة لسرطان الرحم 26 سيدة من أصل 100 ألف رح تنصب فيه وسرطان المبايد تقريبا 11 سيدة من أصل 100 ألف رح تنصب فيه وسرطان عنك الرحم 7 سيدات من أصل 100 ألف رح ينصبوا بعد النوع من السرطان نعم دكتور كذلك هناك أمر آخر الآن في الإصابة بهذا السرطان ما أهمية العنصر الوراثي في إصابة المرأة بسرطان عنك الرحم هنا؟ هلأ بالنسبة للعنصر الوراثي بسرطان عنك الرحم ما أنه كتير مهم أكتر شيء قلت عنه يلي هيوم البابيلوما فيروس هذا الفيروس هو المسؤول عن معظم حالات سرطان عنك الرحم مثل ما نشوف بالدول المتقدمة وقتها في عنا تشاك أب كل سنة من خلال مسحة عنك الرحم أو من خلال الفاكسينايشن يلي بتصير عند الولاد الصغار بالمدارس قدروا يوطوا لحديث 75% من احتمال حدوث سرطان عنك الرحم أو من حد من الوفيات من وراء هذا السرطان ومثل ما نشوف لأنه عملوا هودا كل الستابس للوقاية منه قدروا يوطوا نسبة حصوله مما يكشف ويدل أنه سرطان عنك الرحم ما كتير خاصهم بالعنصر والوراثة مثل إذا بدك سرطان السدي بس أكتر شي هو خاصه بهلومن بابلوما فيروس يلي نقدر نتجنب الإصابة منه طيب ابقى معنا دكتور إلي سنعود إليك بعض الحظات يعني ربما بعدما تعرفنا على طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم بشكل عام سنستكشف الآن الأوضاع على المستوى العربي بداية من مصر حيث سنتعرف على أحدث طرق علاج سرطان الرحم هناك وجهود التوعية التي تركز على أهمية الكشف المبكر دعونا نتابع كان الانخراط في ضروب فن التصميم خيار شروق الشمس في رحلتها مع الألم رحلة بدأت بتشخيص خاطئ ثم تأكيد إصابتها بمرض السرطان رحت لدكتور وشخص لي حالة إن أنا كرونا والدنيع كوكيرو أدوية كتير جدا مضاد حيوي ودي قازت جسمي جدا أنا ما كانش عندي كرونا لشخصتي غلط وبعد كده رحت لدكتور استشاري شاطر ومع الوقت هو قالي إن دي ما كانتش كرونا وإني أنا عندي بوادر بتاعت الورم في الغدة الدراقية في خلال فترة علاجي طبعا كانت نفسيتي بوزت خالص واتدمرت من اللي أنا شفتها طبعا على مدار ثلاث سنين بدأت أجمع ما بين شغلي ودراستي وخويتي قصات كل ما إحنا بيبقى فيه حاجتين بنطلع بيها هي الدرس والبركة الدرس اللي أنا تعلمته إن أنا ما ينفعش بعد كده ما هتمش بصحية لازم كل ست شهور يكون فيه كونسولت وكده لازم أتطمن على أعضاء الجسم وكل حاجة يكون فيه استشارة وهكذا سرطان الثادية من أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء في مصر وزارة الصحة المصرية قالت إنها استطاعت من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تقليل معدلات الحالات ذات المراحل المتقدمة من هذا النوع من السرطان إلى نحو النصف سرطان الثادي طبعا بيكون من أشهر الأنواع السرطانات اللي بتسيب المرأة سواء في مصر أو في العالم بنسبة من حوالي 35% المبادرة لحد النهاردة كشفت على ما يقرب من 20 مليون سيدة أدى دا إلى إن إحنا قدرنا ننزل بالحالات المتقدمة اللي كنا بنكتشفها 60% نزلت لـ 30% يعني حوالي النصف تعتمد مصر البروتوكولات العالمية في تشخيص وعلاج سرطان الثادي والسرطانات الأخرى ويوجد بها مركز معتمد من كليات الباثولوجيين الأمريكيين نتخصص أكتر حاجة في سرطان الثادي بس بنعالج كل أنواع السرطانات هنا في أحدث الأجهزة المتاحة نممكن الحالة أول ما بتيجي بنشخصها عندنا سواء كان هستوباسولوجي أو كان السيطولوجي يعني عين أو مثلا سحبة بالإبرة وبنحدد الحالة كانت ورم خبيس ولا ورم حميد نبدأ بقى خطة العلاج من التشخيص هنا سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع الأورام انتشارا بين النساء ووفق منظمة الصحة العالمية تخضع أقل من امرأة واحدة من كل عشر نساء في مصر لفحص الكشف عن هذا النوع من السرطان الذي يمكن علاجه بنجاح إذا اكتشف مبكرا رغم الجهود المبدولة على صعيد الكشف المبكر للأورام لا يزال هناك تأخر في اكتشاف المرض ويرجع ذلك غالبا لأسباب اجتماعية واقتصادية ويؤكد الخبراء على أهمية التوعية والتثقيف للحد من مخاطر الأورام السرطانية على النساء أميرة جدلة الحرة القاهرة نعود الآن مرة أخرى إليك دكتور إلي ربما في هذا التقرير تابعنا جهود مكافحة أنواع مختلفة من سرطانات التي تصيب المرأة وهناك تقدم علمي ملحوظ في أنواع أو طرق العلاج لهذه السرطانات دعنا نتحدث عن سرطان عنق الرحم كمثال هنا كيف يمكن علاج هذا السرطان؟ وهل هناك أي علاجات استثنائية لهذا النوع من الأورام اليوم؟ بالنسبة للعلاج لا سرطان عنق الرحم فينا نقصنه وشو النوع يلي بدنا نعطيه حسب نوع السرطان وحسب درجة انتشاره هناك ثلاث أنواع للعلاج فيه العلاج الجراحي يلي بيطلب إياه بإنشال قطعة صغيرة من عنق الرحم أو عنق الرحم بحض زيته أو إذا منتشر السرطان بشكل متقدم بإنشال الرحم مع عنق الرحم مع المبايد مع الأعضاء يلي بتحوط بالرحم الآن كمان في عنا العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي يبينعطيه قبل العملية حتى نقلل من حجم الورم أو بينعطيه كعلاج أولي بدون ما ينعمل جراحة لنقدر نخفف العوارد يلي بيسببها هالأورام وكمان في عنا العلاج الإشاعي كمان مثل العلاج الكيميائي العلاج الإشاعي بنعطيه على منطقة الحوض حتى نقدر نخفف من حجم الورم بحض زيته نعم دكتور حكينا كذلك في البداية عن اللقاح ضد فيروس HPV من النوعين 16 و18 واللي قادر على الحماية من سرطان عنق الرحم وكونهم كذلك مسؤولين عن حوالي 70% من حالات سرطان عنق الرحم ماذا عن 30% الباقية من النساء هنا مضبوط هلأ مثل ما اتفضلت وقلت الHPV 16 و18 مسؤولين عن 70% من سرطانات عنق الرحم بس كمان إذا سيد أخذت الفاكسين مش معناتها أنه خلاص ما لازم تروح عند الطبيب أو الطبيبة حتى تعمل مسحة عنق الرحم ليش لأنه في عنا غير أنواع HPV يلي هن هاي رسك يلي بيسببوا سرطانات عنق الرحم مثل ما بنعرف الفاكسين الافيلبل هلأ يلي هو أجد واحد بيغطي 7 أنواع من الHPV هاي رسك يلي هو 16 و18 يلي هن أخطر شي يلي بيسببوا 70% من سرطان عنق الرحم بس كمانا أنواع تانية خمسة أنواع هاي رسك يلي هن بيسببوا كمانا السرطان عنق الرحم بس أهم شي نقول أن الHPV هاي رسك في عنا 16 نوع بس 7 هن بيغطيهم الفاكسين بس في عنا تقريبا 9 أنواع هاي رسك ما بيغطيهم الفاكسين من هيك ضروري لازم السيدة حتى لو اخذ الفاكسين صحيح الفرصة أو تنصب السرطان عنق الرحم مطوطة بشكل ملحوظ وسادة ما بينعي أنه صارت 0% لأ لازم نظلة تروح عند التعمل معينة عند الطبيب أو الطبيبة حتى تكشف حيالة تغيرات بسرطانية باكرة طيب بشكل عام دكتور وسريع يعني عادة ما نقول أنه اسلوب حياة صحي يقي من السرطان بشكل عام لكن هل هناك عادات يومية محددة من الممكن أن تقي نساء بالتحديد من الإصابة بالسرطان وسريعا لو سمعت هيا أكيد هلأ شويني العادات واحد يحافظ على وزن مثالي من خلال الـ exercise بشكل روتيني إذا حدا بدخن إذا سيدة بدخن لازم توقف دخان لأنه دخان بيّن أنه ما قول يساعد على انتشار أو حصول سرطان عنق الرحم كمان إذا فيه أمراض مثل النقص المناعة أو أمراض السكرة واحد يجب أن يسيطر عليهم من خلال الإدوية أو من خلال الـ lifestyle الذي هو healthy كمان بيساعد على تقليل حصول هذا النوع من السرطان بالإضافة حتى نوع الأكل كمان low fat food كمان بيقللنا نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم شكرك في نهاية شكرا جزيلا نعم شكرا جزيلا لك دكتور إلي الأحمر اختصاصي الجراحة النسائية شكرا جزيلا لك